موسيقى الوباء اليوم في الاوروبا في تقلبات جدا وكانت تظهور الاخبار اليوم الصباح ثلاثة ديال البولدان الاوروبية وعجلت بالعطلة السنوية ارتقابا من حدود انتكاسات اخرى لانهم بيناتهم ما كان شيء موديل اللي نقدر نطبقه في العالم على جميع البولدان ما كانش كل بلد يعمل الاجراءات على حسب الامكانيات على حسب الموارد البشري على حسب المنظومة الصحية والقدرة لا يوجد شخص موسيقى يقول كيف نتبعه ونحاربه لكن الأهمية هي في النتيجة لدينا نتيجة في البلدان ونحتفظ على هذه المكتسابات في إطار هذه المكتسابات كانوا إجراءات وفي هذه الإجراءات تأخذنا لتأخذ البلد اللي الحمد لله ليس لدينا المتحور لأوميكرو ويكدب عليكم المكتب ليس لدينا المكتب لأوميكرو لأوميكرو متحور لإعطاء العدد الإصابات في جنوب إفريقيا وفي إفريقيا كذلك وتلقى في 57 بلد في العالم واليوم يتوالد ولكن ما هو السبب المتحور الجديد للدلتا وهذا هو السبب الموجة الخامسة اللي كان في أوروبا نحن عدنا مجوجة نواحي عدنا أوروبا وتدهور الوبائي ديلها وعدنا الأوميكرو اللي الحمد لله بفضل المراقبة الجينومية ماذا ما كانش في بلد دينا ومتمنع الله ما يكون ما يدخلش لبلد دينا الحالة وبائية في المغرب مستقرة بهذا التدابير اللي كان ناخده إذا لحد الساعة أننا الحمد لله ناجحين في الضبط والتحكم في الحالة الوبائية دينا تخذ تخذت قرارات كما تعجبون هذه القرارات كما لا تعجبوش ولكن على أرض الواقع النتيجة هي هذه اللي نرى اليوم أننا نحفظ على هذه المكتسبات مني تسدات الحدود لأجل هذه المخاطر التي سنقدروا تقيصنا ونردكم نفس السؤال نفس الضرفية أننا كان عطلة صيفية كان بعض الأعياد ونعطل هناه ما نعرف منها نعرف أن يكسف الضروة في 16 عوة لدينا مدى أكثر السجنة من السجنة في 6 عوة عام 2021 ما كان المشكلة في هذه السجنة؟ ما كانت لدينا فى مجدد؟ لدينا حالات الحريجة وكانت عندنا صعوبة بالنسبة للأسيرة وكانت عندنا صعوبة للأكسجين وكل مرة كنت تعلموا وكل مرة كنت نزيدوا وكان نأخذوا دروس في التدبير ديال الجائحة ما بغنش توقع ناشي حاجة بحالكك مرة أخرى عاد كنش اسمع الليسان ديالكم أن من ناحية استشفائية كيفاش هاليوعقال أن ما كنش طبيب في إين عاشوا وتخدير في سيدي إيثني وانا كنت أرى سيكون الطبيب للتخدير في كل مدينة وكل مطاق ما لدينا الأطباء للتخدير في القيطعة العمومي مئتين واثنين وعشرين هم اللي كان لدينا في القيطعة العمومي وعدنا ربعة وخمسة وثمانين في القيطعة الخاصة وليموتها مركزين ما بين لاكس الداربيضة حتى القنيطرة ومئتين واثنين وعشرين على المستوى إذا كان لدينا واحد الإشكالية وهي منظمة صحية هشة بغناء أو كرنة ولكن على الأقل بهذه المنظمة لدينا هذه النتائج الحمد لله إذا كل واحد يتعامل على حسب المعطيات اللي عنده وعلى حسب الوسائل اللي يتوفر عليها لكي يواجه الجائحة هذه من الناحية الوبائية أتقول لي السؤال رغم الإجراءات رغم الحلوة وبائية مزيانة ولكن نحن في إطار الاستيباقية لكي لا يقع لدينا نتكاسة أخرى ونقعه في المحضور نفس الناس اللي هم عالقين اليوم الحكومة كتتدارس هذا الموضوع لأننا اخذنا القرار لكي نستطيع الأسابيع لكي نستطيع الأسابيع لكي نستطيع الأسابيع كنت تدارسوا كيفية الأمكانية لكي يمكن أن يكون هذا الناس قوله وسيلة ويرجعوا على حسب البروتوكول صحي لأن كل واحد في المنطقة وفي منطقة وبائية خطيرة وفي منطقة وبائية خطيرة لأن الحكومة ستقدم واحد في المنطقة لكي نحافظوا عن المكتسبات ونحن لدينا انتكاسة أخرى التي نستطيع أن ندعم عليها في داخل البلاد ندوز المحوار الثاني والتي تتعلق باللاقاح في العرض مع الجهزة الحكومية قدمنا واحد المسألة التي تتعلق اليوم بالناس الذين هم في إطار التكفل في الإنعاش ولاحظنا أن جل الذين نعسون في الإنعاش هم من الستين لفوق من الستين وخمسة وستين أغلبية ذي لهم ما زال كانت نتعاملوا مع واحد الناس كل يوم في إطار الإنعاش 50% ملاقحين و50% غير ملاقحين رغم أنه اليوم في المغرب تقريبا 67% ليستفتم الجرعة الأولى و 62.4% ليستفتم الجرعة الثانية بالنسبة للسكنة وهي على حسب 36.460.000 نسمة نرى نصف ملاقح و النصف ملاقح يلاقبطنا هذا العدد الغير الملاقحين في الإنعاش وضعهم في الديناميناتور اليوم تخصف 1.4 أو 5.5 ملاقحين يدفعوا نسبة لإصابة أخرى نصف ملاقحين وذلك نصف ملاقحين ونصف ملاقحين في الإنعاش ونصف ملاقحي نستنتجه. 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 أنه في 6 شهر الفعالية للقاح تبدأ تتقلص. وكذلك سنقوم بحلنا بإضافة نضيع هذا الكسم والبنفيس. يعني. البنفيس المنطقة. هذا الشيء الذي يجب أن نربحه. ذلك الربح الذي يجب أن نكتسبه من بعد اللقاح نضيعه من بعد 6 شهر. إذا على هذا الشيء الذي لديه زرعة الثالثة هي ركك. الجرعة الثالثة معززة واليوم ما كانت شفر واحد في الإنعاش ليصبح ذا وجرعة الثالثة وناس. ما كانت نشف واحد في الإنعاش ليصبح جرعة الثالثة وناس. ما كان قول بأن اللقاح تحمي من الإصابة. اللقاح يحمي من الاستشافة من الخطرة ومن الإيمتة. اما تقدر تكون راكيين الناس الذين لا يحملون الفيروس وهم لا يوجدون شيء اعراض كذلك من القحر يقدر يحمل الفيروس و لا يوجد شيء اعراض ولكن نجنبه الخطورة و نجنبه القيمة في البلدين اذا وليه هذا من هذا الناس لماذا نقوله نحن خاصة ولا يريد تروازيام دوز تروازيام دوز عنده واحد لإفادة كبيرة باش نعود نزيد و نحميه واش لا تروازيام دوز مفيدة المغتاليتي وي مفيدة المغتاليتي وي مفيدة واشغل تحمينا من الاسابة لا لا تحميك من الاسابة نقدره ولكن لا نتضرره وهذا هو اللي نقلب عليه هنا من ناحية الليقاح نحن في المغرب استعملنا انواع بزاف ديال الليقاح وهذا من فضل الله وفضل صاحب الجلالة والاستباقية دياله باننا حصلنا على استباقية في الاقتناء ديال الليقاحات واللي خلنا جمعنا ومزجنا ما بالليقاحات مختلفة ولي تعطي واحد المغرب روازي المغرب مختلفة والليك تحققنا واحد المناعة جمعية ما يمكنك من منع من واحد اللقاح من الناس اللي هم تصابوا ومنع من اللقاح الثاني كتخلينا نحقق واحد المناعة جمعية اللي كتخلي على الأقل نسبة ديال حالة الحارجة والخاطرة ما كتقاش كتطلع و هذا ركنتم ما كتشوفو على عينيكم مياد ديال الحالات الحارجة اللي كندبرو كل أسبوع اللقاحات اللي كنستعملوا هي فايزر أسترازينيكا جونسون وسينوفارم اللي هو كي تركز على فيروس انتي وخي كل المتحوين في البروتين سبايك الفيروس انتي كي يحتمل بزاف دي البروتينات حد اخرين اللي كي يخلي المناعة كتبقى منظمة العالمية الصحة خرجات بواحد تقرير على ضل الاعمال اللي قاموا بها العلماء ان وخاء المتحورات اللي كي نفل البروتين سبايك عند الاميكرو ما كينقش من الفعالية المطلقة ديال 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 اللقاح كتبقى واحد للفعالية نسبية ولكن هي كتبقى الفعالية نسبية هنا وفعالية مطلقة من هنا كنكسبو واحد المناعة اللي هي جد مهمة ولهذا عليش كنقولو خصنا لازم من استمرو في تلقيح والحماية ديالناس اللي هندهم هشاشة اكترية هذا هو بالنسبة المسألة ديال اللقاح ندخل في المحور الثالث اللي غا نجاوب عليه بعض الاسئلة اللي كتتعلق بالموارد البشرية انتم ما كتعرفوا النقص ديال الموارد البشرية هو مشي اه وليد اليوم هو ارتس كبير لان نقص ديال سبعة وتسعين الف ما بين الاطباء والممردين وحنا كنقومو في اطار ديال الاصلاح ديال المنظمة ان شاء الله واحد تصور جديد اللي كي يرتاكز على الجهوية واللي غادي خلي كل جهة هتستفد من الموارد ديالها في اطار تعزيز التكوين واقتناء اطباء اخرين وتملكين بزاف ديال الوسائل اللي ممكننا نستعملو ونمزجو باش ممكننا نعوضو هاد الهد النقص ما بين عشيتين وضوحة خصوة واحد المدة طويلة الى بغينا نقولوا مثلا نخدوه عندنا نقص في الاطباء اثنين وثلاثين الف شوفوش حال ديال المراكز ديال التكوين اللي كان ديال الاطباء عندنا سبعة ديال الكلية ديال الطب كل واحدة كتخرج واحد العدد المجموع ديال العدد اللي كيخرجو الف ومئتين دربو الف ومئتين على اثنين وثلاثين الف وشحال ديال العدد السنوات تخصنا راش يمكننا نكون الاطباء باش يمكننا وزيدوا على سبعة ديال التكوين باش يمكننا نقصو هاد الهد النقص اذا مشكل كبير ولكن كيلي الميكانيزمات اللي ممكننا نخدموهم باش يمكننا على الاقل نلبيوا الحاجيات ديال الساكينة في اطار البرنامج طبي الجهوي وهذا البرنامج طبي الجهوي اللي كيرتاكز على الحركية انما يبقاش للطبيب عندو علاقة مباشرة ومستقرة مع المكان ديال العمل ديالو بل هو كيت ترصد للجهة وكيعمل على حسب الحاجيات ديال جهة بواحد النظام اللي غا يدب اللي غا يدبر الامر ديالو ديال الموارد البشرية على المستوى الجهوي خارطة الصحية الجهوية هذا من جهة من ناحية مسلا ديال المستشفيات كان بزاف ديال العدد ديال البروجي اللي هو ما انساء الله فقدمتم في المجلس ديال النواب في اطار ديال الميزانية اه القطاعية ان مستقبلا غا يكون المسيء في فتح دياله ولي غا يعززوا اللي العرض الصحي في المغرب وهان شاء انتم ما غا يتشوفوا على عينكم في الايام المقبلة ان شاء الله بإذن كل حاجة في الاوان دياله كل حاجة في الاجال دياله بالنسبة للسؤال اللي كانت تطرح على مسألة ديال الصفقات لديل وزارة الصحة ثم كتعرفوا بان وزارة الصحة عملات في تدبير ديال الجائحة بطريقة ساليسة النتجارة كتشوفة على ارض الواقع ما كان الاقتناءات ديال الادوية ولا المستلزمات ولا الوكسيجين كان بواحد طريقة جد مرينة وكانت محطة ديال المراقبة من منزب ديال اجهزة ديال المراقبة منهم الجناد ديال التفتيشية ديال المالية واللي خرجت بالتقرير ديالها ولا كان شي واحد عندو شي عرض ولا شي اوزيق مشان للقانون بسطر رادي تاخد الامزار ديالها احنا ما عندنا الشي مانيع عارفين ان التدابير للدات كله درت في اطار قانوني في اطار استثناء في حالات الطوارئ ديال الصحية وكان المهم من هادشي كامل هو الاستجابة السريعة للحاجات ديال المواطن ما يوقع ناش ما وقع في بعض البولدان نقطع ديال الوكسيجين ما كانش الموليد الوكسيجين ما كانش الادوية الفنانية هادش ما شافتوش البلد ديالنا ولله الحمد وشكرا معرفس ان كان درت اجابك انت الان ما توصلت حتى شئ رسالة اللي كتتعلق بهذا الامر هذا وكان نفس السؤال اللي تحطلي في مجلس الحكومي وقلت له ما توصلت بتشئ رسالة اللي كتدلي على انه لان هادشي كله كانت باتفاق وكان محضر ثانيين عليها كل شي يعني كانش يكون واحد المحضر ثانيين للجميع الاوطر المهنيين ومعدها يكونوا را عندهم ايشكالي هذا فانا حد لان ما توصلت فيها شكرا برك الله فيكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة